أعزائنا المشاهدين أعزائنا المستمعين أول ضيف معنا اليوم صديقنا وصديق البرنامج الفنان الرسام الغني عن التعريف وأعتقد هو الإشي الوحيد الغني في الأيام هاي عمر عدنان العبداللات أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أشكرك يعني غني بإيش في فهمتش في الزر لا غني عن التعريف مش غني بالتعريف مليان تعريف ما يعني مليان تعريف مليان تعريف أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك احكي لنا خلينا نحكي هيك نبلش عالطول نخش في الموضوع هو أكثر موقف سنة 2021 حاز بنفسك أو بتنسهوش أو كذا يعني موقف بضحك ولا سوداوي لا 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 استنى أكيد أكيد بضحك سوداوي هلكنا سوداوي أنا مفضل سوداوي والله لا في عندك كروهات هيك وهيك محيّر والله في قصتين أحكيهم سريعاً إن شان ما لا خد راحتك خد راحتك ليش سريعاً خد راحتك ليش ورانا أي شيء آه موقف الأول نحكى معي تليفون من صبية مرحبا معنا عمر تمام نعم معكم عمر ربحت معنا إقامة ثلاثة أيام بفندق جيب معك ست أشخاص يعني اسمع العروض يعني مش معقولة وجاكوزي وبركي ويعني أنا أنا انصدمت حسيتنا يا إخوان خففوا مش هيكل جائز يعني مش هيكل جائز يعني مش مستاهلة فبقول لها ست عن جد بشكركم وأنا لا أستحق هذا الأشي كنت طبعاً تستحق صوت الأردن آه ل 9 نقرح لك أنا رسام من الأردن إذا Berry طبعاً التليفون محست إنّى صوتك مش صوت الاردن حماس كملت كيام كملة ولا انتبهت لموقف الثاني إنت صوتك بكون صوت الأردن هي صاحточно إن النوم طبعاً ما نحبتنا ، نعبد عم لعمل عمر حساس China كبير وموقف الثاني ما بعرف ليش كأنه موزعين رقم تليفوني لشركات التأمين منتشر كل يوم برن علي حدا مرحبا أعطيك عروض وفاة عروض شرفني عروض عروض وفاة تأمين وفاة تأمين يعني عطيهم بسمني وما قلت لي آخر إشي فجأة كنت قاعد بتغدى مع مرتي رن علي واحد منهم مرحبا أستاذ عمر بدنا نشوف قلت له ما بديش أشوفكم ما بدي أشوفكم مرت هيك نجلنا نشوفي إيش يعني التأمين التأمين طيب سؤال يعني وانت قاعدت غد انتو مرتك مرتك اللي طابخة كان التأمين للتسمم عشان يمكن جميع تبعين لك طيب يعني خيبين عليك أنا ما استردتش أضحك أنا والله ما استردتش ما استرجيت أضحك يعني صراحة يا سيدي كمية الحوادث والأخبار اللي صارت سنت ألفين واحد وعشرين كبيرة جدا ومنوعة ومن كل الأشكال والأنواع وجمعنا إحنا أكمن خبر عشان ندردش معاك فيهم فأول خبر اليوم كان يا مكان في قديم الزمان وتحديدا في شهر خمسة انقطعت الكهرباء في البلد وصار في جدل عن أسباب الانقطاع وشغل الرأي العاما السؤال المهم أنت شو كنت بتعمل لما انقطعت الكهرباء وهل كان في تأثير لقاطعة الكهرباء عليك من الآخر يعني مثلا شو تهضر تلفزيون شو كنت بتهضر مع النت نت يعني صراحة عنده إدمان صراحة صح طب على ثري اج ما اشتغلت على ثري اج ما هو على ثري اج ناسي وقتها والله بالضبط اشتر في التفاصيل بس الواحد صار بود من على الانترنت وانت خصوصا كمان حتى الرسم ترسم على إشيء يعني اه هو الرسم بيخدش وقت كثير البحث هو اللي باخد وقت صراحة تبحث وتقرأ وتشوف وتشوف وتقرأ التعليقات وردود فعل الناس هو اللي باخد وقت أكثر من الرسم يعني رياحت حالك رياحت حالي اه رياحت أصابعك رياحت أصابعة والله رجاي انت شو عملت بالقاطعة؟ قاطعة الكهرباء اه فتحك انا دائما مكتوعة طبعا قطعة متعود على القطعة يعني اخدت من صاحبي زي ما بعمل دائما الصراحة مش متذكر يعني حاولت اتذكر ونهائي مش متذكر انا بما اني كائن شتوي وانا كاني كن في الحياة الاخرى يا فقمة يا بطريقة كائن شتوي بشهر خمسة؟ اه اه انا لاني كائن شتوي بشهر خمسة متت اه اوكي انو طفل كوندشان فانشلت اه اه يعني انو حاسيت حالي زي جاجة وبتفرفط مش قادر زي الصوص من بلولو وتركينو متت جد كنت كثير طبعا كنت كنت فقمة وبطريقة اه كنت فقمة وبطريقة في الحياة الاخرى هيك انا يعني احب شفتك بلع السلام يا سيدي مش عارف شو بتحكي لك بس الله يوفقك الله يحمل معك الله يشيل عنك بس بتعرف اكتر اشي ضحكني بوضوع انقطاع الكهرباء والشغلات هاي يا زلمي شعب مبدع كمية الصور اللي نزلت صراحة بتفكه ضحك طبعا طبعا صور ايش رجاي الصور الممز يعني اه اه طبعا ايه فانا محضر لكم هيك توليفة ممز يعني جد؟ يلا يلا يعني هاذ يعني بلشتطلع الصور تنين للبيع بعمر شهرين ابنه للطير ابنه للطير اللي قطع الكهرباء عن الأردن ما بيطلع نار بس لما يعطس بيطلع دخل خفيفة السعر على الخاص عليك ستين سلش وحبة دونات هدية ايش؟ بس اد من اقبال الله يجوزك اه اد من اقبال الله يجوزك اه اد من اقبال الله يجوزك بس هو عكل حالة ممكن يجيبه لالا اذا عندكم الغاز قديم فش في شعري ذاتي ممكن تنين مستعيم في تنين اه اكيد مبخ يعني مبخ في بيان صادر هلو 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 تنين مولي تنين على الله يرهيب عمود ضغط عالي إبداع اسم الطائر القاطوع الواطواطي الاسم العلمي حكوماتوس كذابوس هذا طبعا عم نشوف كاريكاتير لعماد حجاج طبعا أستاذ الكبير يعطي العافية الموطن بعض المناطق يعني حسب ما شاهدنا مع بعض هذا الطير اللي لبسوا التهمة صح؟ طبعا على فكرة بعديها بشهرين أو شهرين صار فيه إشي باليمن انقطعت الكهربا وحكوا نفس الإشي إنه فيه طير لأنه يعني أنتوا حافظين نفس الكوبي بيست طير مهاجر طير مهاجر طير مهاجر ليش بكرة الكهربة لهذه الدرجة؟ مجوزة يتغذى على الكهربا طير الشمعة طيب نجل الخبر الثاني اللي صارت عند هاي السنة قصة حارسة مرمى الفريق الإيراني لكرة القدم اللي اتهمها الاتحاد الأردني وحاول يقنعنا إنها زلمة وكل عب فريق السيدات والله يعني أنا صراحا موضوع حزنت عليهم طبعا محزني إنه وإنه على السكيت حكوا بين بعض إنه وبعتوا لها مسج اه يا جماعة شو وسطها بعتوا وسطها خلقا خلقا ملاء لا 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 صرنا ترند عالمي صرنا انت عارف ألا شوف إحنا كمان يعني أنا أكيد الحق علينا وأظن كمان الشعب تنمر كثير على هذا الموضوع بس عشان نكون يعني صراحين وفي 2014 و2015 منتخب الإيراني فعلا كان فيه شباب بلعبهم والسيدات فلإنهم إلهم سابقة إحنا قلنا آه هاي صح دخلونا بالحيط لا سيدي أنا أعتقد إنه اللي صار إنه كل واحد تعرف حماس على الكرة والأشياء هاي إحنا اضايقنا إنه الفريق زعيل فصورنا بدنا نلاقي أي إشي لا لا بندقت بندقت اللي بلا مش لايب حقا الحكم مبيوعة إحنا أساسا منشوك في حكم البلاي ستيشن لاشنشوك فيك إشي طيق يعني إذا غلفتني لا مبيوعة والإيد بتجاوبش في مرة حكم لب أربع سنين يسبو عليها قديد الحكم المصري هو حبي يعني حبي غير الموضوع ما يحباش يذكر اسمه ويقول لك أنا أختم المصري يعني آه أنا أعرف إسمه كون ما تصير كارثة ببسوت الجصة طب أنا الخبر الجديد أنا بدي أحذركم إياه خلينا نشوف ما بعض الصورة أنا بدي أحذركم هاي الصورة صورة صاروخ بإش بتذكركم بكثير أشياء لا ما هو لا بتذكركم في حدث صار في الأردن إشي سريع أو قوي آها آها جربت جربت في كمان صورة في كمان صورة نشوف الصورة اللي بديها مترد؟ لا هاي الصورة آه هاي الصورة الثانية آه أشهد الصاروخ السريع أو القطار السريع الباص السريع الباص السريع أحسن تحسن الخبر يعني كان ساخن واستهلك الشارع الأردني هاي السنة اللي هو الباص سريع التردد اللي اختصروا اسمه الناس باسم الباص السريع اسمه ممكن يعطي انطباع غلط شوي انه عنه شو هو كانت التوقعات فيه عالية وفكروا انه هو صاروخ أو طيارة تمشي على الأرض ذلك أنا نصيحة لكم خفضوا سقف التوقعات خفضوا 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 سقف التوقعات بالله شو رايك في الـ أنا والله انصدمت من ايش بالضبط انطلع باص الباص زي باص ثاني بس سريع التردد ايوه اه انه ممر يعني بس فكرت اشي فكرت اشي زي بل كيف برامجة يابانية يطلع هيك كيف بالله مرة ثانية عشان نخوضها لبا شو اللي بيجو تبينه اشي سريع جدا انت مش بس فرصاو تشتغل بفرصوطية والله ما سويات عندي ولادي هايو هاي مؤثرات الاردن مؤثرات الاردن بسوا عن جد والمفروض كان الباص سريع المفروض ان يحل المشكلة كبيرة في حركة الباصات باعت الامانة الا ان ردود افعال يعني الشعب الاردني كانت مليئة بخيبة الامل صح؟ احنا كلنا يعني جد احنا كلنا كشعب خاب املنا بالاشي انا الصراحة ما خابش املي باي اشي انت كنت حاسس انه هيك؟ انا مش متوقع يكون احسن من هيك اه اوك يعني مش متوقع انا برجع بقول لك انا بخفض ثقف التوقعات والله انا فكرت وزي لبرا كهرباء يعني ايه انا لما قالوا سريع التردد فكرت انه التردد الكهربائي تابعوا سريع زي برا انه بتعرف في هاي القاطرات كنتمشي على الكهرباء او زي تبعونا المدينة الملاهي في ايش بخبط قاعد بكون سيارات عرفتمش؟ مدينة الملاهي تلدد السيارات طيب رجاي نطلع بريك عشان مش عارفة عبدالفابنا وعمر ملاهي اي شاو؟ بصنا براي نطلع بريك نطلع بريك ونرجع لكم بعد البريك ونشوف شو القصة مع الاستاذ عمر ورجعنا معك وطبعا عزائي المشاهدين والمستمعين في برنامج فاضي اشغال ويعني وضيفنا الرائع عمر العبداللات عمر عدنان العبداللات رسام الكركتير عشان ما يصيرش نفس اله شو يطلبوا منك تسمعونه اغني ولا موال يعني وانا ذاني مش متحمل انت عارف يعني ولا معدتنا مثلا بنروح لخبر جديد رجائي يلا خلص اب اسمح لك من الاخبار اللي جلاجي معكم لا حبيبي اوما فيش وكان ولا بتاع واحد من الترندات اللي صارت بالفين واحد وعشرين ذكر قبل ثلاث سنوات لما انسرق بنك وهو الوحيد اللي ممسك بعد ثلاث سنوات القبض على سارق بنك الوحدات المعروف ببلحة بعد ثلاث سنوات من قيامه بجريمتي يمهل ولا يهمل شو حسيت لما اسمعت الخبر جد ايجت الحزينة تفرح المطفوع احبه قال يعني حض والله حض والله انا بتخيل انا مرة شفت فيديو لجرجل راسي ايش موضوع لابس باغنية انت الحب كان لابس على لحم وجاكيت جلده في ريش بتخيل هذا الشاب هيك الحنمه انت بتاكد جرجل راسي لابس على لحم جاكيت في ريش اه زمان قديم زمان انت الحب اللي اه اه هي المشكلة صراحة اه انت بتخيل كمية الحسد اللي اكلها هذا من بعدين هتوفق من الحسد انا بتخيل من الحسد اه 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 حسدوه طرقوه عين انا نفسي اعرف كيف ممسك انا بقول لك انا بقول لك ما البلد عنا صغيرة والكل بيارب بعض اظن لك اي جريمة بتصير يعني بيكون بسألة وقت بسع بينما يعني الشرطة والبحث الجنائي يجيبوه يعني مش شغل سيء طبعا بعدين يعني الجماعة عنا ما شاء الله انت عارف عبدالله والله الحمد لله والله الحمد لله والاشياء المتابعات والقضايا انو حتى في المرات يعني تكتشف انو في فريق خاص اشغال على قضية اللي الها فترة اوكي فانحلت فعالاغلب انو في عندهم يعني اساليبهم لهي بالاضافة للحسد والنق وكذا طبعا سلخنا عين ميشو بس احنا بتأكيد عديلو عرف او انا يا مقاعد مع ناس كلكم هذا اللي اللي عن تاريخه كيف زبطت معاه خلص بس انا ممكن مس 어디 There are a problem يعني بكون مثلا النقلة العديلو في الموضوع انو حدا من غريبه wont لكي نتأكيد تعرف Its competitor عديلو يا ليش معقول انت في الدقة يا عمر انو حدا من غريبه ا او عديده أو كذا فيه اصرار سراج بنك كذا والو كي هي هو واحتمل ام وخالته مثلا والله ام حمااتو مثلا عفوا انا ممكن vue من غريبه حدا من غريبه وكذا حماته مش جرايبه. يعني انه يعني انه يعني انه يعني انه. انت لب حسسني انك عارفه شخصي الزلم يعني. بقى بدي احدد من الشخص. اه. لا تكون انت يا عمرك. اكيد. بدنانا الخياب. انت اللي بلغت. طيب في عنا كمان خبر مهم صار ب 2021. جنوح سفينة ايفر جرين في قناة السويس وخسائر بالمليارات في اقتصادات عالمية. يا الله كان والله مش هد. ما ما بعرف يعني. انت فاهم عنيش الموضوع. هاي السفينة رجعت ريفيرس بالسويس. بالسويس. رجع هيك الشاب وما لقاه. ما عندوش. لانه السفينة قديمة فيش فيها كاميرات. فيش فيها كاميرات. اه. 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 او بشوز الشاب دي كان قاعد يدله بالسويس. طالع طالع. طالع. ايه وكيف. بس يا حرام. ذكر لما صارت لبسوا القصة عساس لبنت هي القبطان. يعني بعدين ايش الشباب. عساس هم اللي بيعرفوا يسوقوا. ما مين اللي بيعمل حوالث في الشوارع. يعني اذا عمر صار ما دعوز ثلاث مرات عادي. ما دعوز. بس جدنا بسول القصة لبنت عساس وهيك. ما هو يعني هاي اسهل شغلة ممكن يعملها اي واحد فينا. صار حادث مره. بنت. ليش. بيعرفوش يسوقوا. عساس انه هو يعني ايش شمخر الزمان. فهمت لي كيف. بعدين هو شو تخيل. هو تخيل انه مثلا الباخرة عن جد زي السيارة. فهم بحط ريفيرس بلبس. مش عالف ترجع. بده هتصف بين باخرتين. او بيك شاف صبيع على الشط هناك. بيعطي هيكي. اه. سحب هند. بس طارق. تعلقت الامور معها. تعرف انه في واحد اردن يحلها جابي يحلوها المصريين. كيف حلها. فوتوشوب. اه صح. 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 يعني شغلة من هيك حطة هيك. كنت هي ليه. مينوية. 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 اه. اه اه. احنا احنا دايما. احنا دايما بقى مناسبة الحديث عن التقنيات. شكروه. ما هذه هي تقنياتات ايش. اه. عمر زوكربيرغ. ما لك. بكروا الشلال التقني. اللي صار في الانترنت. اه. انا وقت كنت بحصان. هاي تشهر عشرة تقريبا. تقريبا هيك شيء. اه وواتساب وفيسبوك وإنستغرام وحفلة حسنا يوميتها أنا كان عندي مشكلة كبيرة ما عرفتش مين اللي معلق أنا ولا الجاس إحنا ترى أول ساعتين كل ياتنا مش عاربين من اللي خارفين كنت في مشكلة حقيقية أنا اللي معلق ولا هو ولا بعدين الحمد لله طالع هو كان عندك إشي يومها؟ يعني كنت تستخدم الواتساب أو فيسبوك كنت رايح على اللق كنت رايح على اللق والله بس ما بضيتك هذا شي صعب صعب أنا عبوه زي ما حكيت في البداية أنا عندي إدمان على النت و ولما ينقطع عن جد ما بقطع يعني ما ظني اتأمل بالسجف وطلع على البس اللي عندنا في البيت ما فيش شي نشاط حقيقي يعني حتى البس نفسها زي قد زيها والله هو زيها مني عن جد والله قال لك ما ترحلت بالنت أنا قسني ياو 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 مالله كيف يا عمر مرة ثاني معلش انتبع مع عمر أيو الكاميرا عمر طبعا ياو 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 لا لا عمر لا مش معقول انت اليوم عمر انت كل يوم هيك أمدي جد؟ لا بمزح قال لا يوم بعد بس تعرف موضوع الشلل التقني جد بيخوف لأنه ب إذا مدى واحد شاطر شوي بالبرمجة بسطرين برمجة بيخربط لك حياتي طبعا طبعا عمرو انسرق لك أكاونت أنا أدبي فمش فاهم شي بتحكي قاعد انت أدبي جد؟ والله يا عمر محترم الشديد لو علميا مش هتفتك مش كثير باركي على أساس حضرتلي بيدي أطلق محطة بضايب انت تعبان أنا أمجد تسلق الله حبيب الله تسلق لحالك أمجد ما اسمه؟ ماسك آه نروح نكمل السهرة عنا في الدار يلا نقعد هيك عحلة شان ناخد راحتنا في الحكة أكثر بس والله يا سيد العزيز أنا مني وعليه الحمد لله إنه هاي الثاني مرتها خير يعني عخير إذا انت هلكتنا السودوية مرتها خير خير، إذن مرت علينا رجل يعني مش واضح أني كذاب مش واضح أني كذاب مرت عخير خالوني ساكت وكل الاخبار اللي اسمعناهم ما بتقدم ولا بتأخر ولا إشي في حياتي ولا في حياة أي بني آدم يعني بس هي أخبار وصارت والناس يعجقون عليها وعملوا قصة شولي ما بتأثرت؟ قطعة الكهربا ما بتأثرت؟ لا ما أثرت عليه قاطعة الكهربا؟ إذا ما ياما قاطعت الكهربا ما يقاطع تخوت؟ يعني يعني أقل ما في أنا بتحمامش بالكهربا إيشي زي هيك يعني الزنوات بتعيد نفسها يعني بقول لك يعني إنه المي أهم الكهربا بحاول أشرح المي أهم الكهربا في بعض الحالات واثنين مش زي البنزين حاس الحوار بفتوح فيه أي شي لا يعني انت هذا موضوع فلسفة صحيح من أهم الماء أم الكهربا البيضاء أم الدجاج وجودية في وجودية يعني أنا حاولت إن أحكي لك شيء مهم بس أنت مش عم خفض صقف توقعاتك من حتى أنت شو بتفهم مني؟ انت بلا كل شوية يذكرني كل شوية باشطعنا حقا أنا كنت ناسي هذا الكلمين هذكرني بي وهون أستاذ عمر من يجي للسؤال يعني المفصلي شو إنجازك النفسك تنجز ويخزي العين سنة 2021 وما أنجزتوش؟ وما صارش يشي بـ 2021 بس يعني ممكن والله أنا نسيتشك للشكل الطيارة يعني شان السفر سفر إيش عمر؟ يعني إنه تطلع مشوار كذا تبطع شوار في الطيارة سفر صارنا سنين مش مسافرين يعني أها ولا المؤاخذة ولا المؤاخذة يعني لا اللي بتحكيه أنا ضده إذا مع البحر ميت ما بنزلش هزلت هزلت هاي أول سنة قال بنسافرش عشان الكورونا أنا طالي أمري بسافرش عشان ما عش ما صاري ما أنا لا آخر كم من سنة علقتي معنا يعش يعني علقتي زي ما أنا علقتي لما كنت بدور على النت وهو مش لقيني وأنا مش لقيني ولا علقة تانية يعني كان مرات تيك طالك شغلي مهرجان كاري كتير كده دعوات 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 فاكيها فكرت إن أنت روحت اشتريت لأ سمح الله تذكرا ودفعت حقك لا 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 فكرني حمد رمضان يطلع بلياره ونبر ون نبر ون انت بذكر كنت مرة في أوروبا كان في شكيه نعم كنت زيزة نطلع كل فترة وفترة على مهرجان نعم والله مبسوط لك أنا صحيح تسلم تسلم طب وبعدك شغال بكاريكاتير ولا خلال شغال لسه ما سويات يعني شغلت الكاريكاتير هاي والرسم كده بديه مصاري رسم لنا شغل هيك بالله عليك هذا السؤال إنسة 2021 في حياتك قدين سألتوا أصلا أنا بجوز يعني ما أخدوني الناس بجدية 20 سنة بسبب هذا الإشي يعني برسم كاريكاتير هم يزهقوا يسألوا لا أصلا يعني شو يعني إنه بتذكر مرة واحد سألني أنت يعني بطلع لك راتب من هذا الإشي أو قلت له أنا أعطته رقم هايك يعني قلت له ها بطلع لي رقم هالقد كدي باس؟ لا حول ولا قوة لا حول تلعب بالله ساعدات عندكم في مساعدات أنا برد حكياني زوجة الراسي والله عشان جكيت آآ هتكاش عصح اللاني؟ دكترا هلا تلعب باللي أنت لي رايح على العصة عشان تكوله نازل سقف توقعاته آآ ايش كانت الأغنية؟ نجوم في السماء بصري آآ نجوم بس طيب بتابعيننا إحنا مستمرين أكيد معكم ورح نفتح خطوط الإتصال بعد الساعة ثمانية علشان تشاركونا بالأشياء اللي كنفسك وتنجزوها سنة 2021 بس ما زبطت كحال الجميع وعشان تدخلوا على السحب على جائزة حلقة اليوم. الله عليك. بما أنه يعني وصلنا لهذه المرحلة. بدنا نشكر عمر عبدالله صديقي يعني منذ زمان. أنا بعض من مكان قصير. كثير زمان. لا والله أنا ملاحكتوش. لا إذن. لا لا وهو قصير. لا حكته وهو طويل وهيك. لعكس أنا. أنا مبسوط أني قاعد مع أصحابي. يا زل الله. يا زل الله زيني جاو. إصحابك إيش هرمش طيقين. هكي نزيل نزيل فرقهم مع أثنين باعرف هم مش جاعة. يا سيدي شكرا جزيلا إليك. ويعني دائماً بمبسط إنه أنت تكون معانا درمك عسل ولا أخف. بنطلع فاصل. اشتركوا في القناة